الثائر شريطة بشطل في هيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينية وهي الهيئة التي تعنى في شؤون الأسرة والمدخلين الفلسطينيين داخل شؤون احتلال الاسرائيلي أعمل مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة كذلك أعمل رئيس دوان الوزير وهو وزير شؤون الأسرة والمحررين وبالتالي عملي الأساسي يأتي في سياق العمل الإعلامي وعمل العلاقات العامة لأنني درست الإعلام ومجال عملي يتناسب مع شهادتي الجامعية طبيعة عملي كصحفي وكإعلامي وفي مؤسسة رسمية هيئة شؤون الأسرة والمحررين نتطلب جهد كبير في فضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي تجاه أسرانا وأسيراتنا والانتهاكات اليومية والتجاوزات الأخلاقية واللا إنسانية التي تنفذ وفق سياسات إسرائيلية ممنهجة مدعومة من كل الأوساط السياسية والعسكرية وبالتالي نرى مزراء يحرضون على الأسرة والأسيرات داخل السجون والمعتقلات وبالتالي أعمل أنا وزملائي في تخصص الإعلام والعلاقات العامة لفضح كل هذه الجرائب والوقوف على كل التفاصيل الحياتية اليومية التي تتعلق بالأسرة والأسيرات داخل السجون وبالتالي نحن نحمل رسالة إنسانية بالمقام الأول مفادها بأن هذا الاحتلال ينكر إنسانية الأسير الفلسطيني وبالتالي نحن نتوجه من خلال كل الألوان الإعلامية والصحفية لكل أنحاء العالم أولا محليا فلسطينيا للمنطقة الإكليمية والعربية لكل الأماكن العالمية والدولية وتحديدا في أوروبا لنقل هذه الجرائم وهذه المعاناة ولتكون حافز للمجتمعات الدولية والمجتمعات الأوروبية لتدخل لوضح حد هذه الجرائم المتتالية والمتصاعدة والتي تفنى الإحتلال الإسرائيلي في ارتكابها بحق أسرانا وأسيراتنا داخل السجون وبالتالي هذه الرسالة التي ننكلها كل يوم من داخل السجون والمعتقلات عن ظروف الأسرة فيما يتعلق بتفاصيل أمور الحياتية فيما يتعلق بالأمور المعيشية فيما يتعلق بالعلاج والزيارات والاعتداءات على الأسراء كل هذه الرسالة نحاول أن نحملها كما هي بكل واقعية وبكل دقة لهذه الجهات الدولية حتى يكون هناك فرصة وتدخل حقيقي من أجل التدخل السريع الإحتلال الإسرائيلي وإجباره على وضع حد لجرائمه وكل ما ينقل من حقائق نتمنى أن يكون هناك رواجة حقيقيا وأذانا صاغية في كل المجتمعات الخارجية وتحديدا في أوروبا من أجل أخذ هذا الموضوع على محمل جد والتدخل السريع والفوري لوضع نهاية لكل هذه المعاناة وبالتالي نستخدم كل الألوان الإعلامية نستخدم الخبر الصحفي نستخدم الكصة الصحفية الإنسانية نستخدم الأفلام الوثائقية الكثيرة وهناك حقائق نحصل عليها نوثقها في بيانات ومعلومات نكون بإيصالها دوما إلى المؤسسات والمجتمع الدولي ونتمنى أن يكون هناك تعامل جدي ومختلف تحديدا في هذه المرحلة التي اتعرض فيها أسرانا لأبشع وأخطر المراحل التنكيلية على يد هذا الاحتلال الموضوع الثالث اللي هو العلاقة مع المؤسسات الإسرائيلية أو مع نشطاء إسرائيلية نحن أولا شعب محتل نبحث عن الحرية ليس أكثر نحن نرفض القتل ونرفض الموت ونرفض إراق الدماء ولكننا في سبيل حرية وطننا في سبيل حرية شعبنا مستعدين لمكاومة هذا الاحتلال ولدحر هذا الاحتلال الإسرائيلي ودائما نطلع أن يكون هناك شريحة ولو كانت ضئيلة جدا في المجتمع الإسرائيلي ترفض كل هذه الهمجية وكل هذه العنصرية ويكون لديها إيمان وحقيقة تامة بنوحان الوقت لكي يحصل الشعب الفلسطيني على حريته هناك بعض العنوين الصغيرة والقليلة جدا في المجتمع الإسرائيلي لمن تؤمن بنوحان الوقت لإعطاء الشعب الفلسطين حقي في تقرير مصيري وحان الوقت لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات داخل السجن والمعتقلات ولكن للأسف هذه الفئة هي فئة مهمشة فئة تلاقي محاربة حقيقية من كبال كل الأدوات الصهيونية في المجتمع الإسرائيلي وبالتالي إن كان هناك رأي إيجابي لهذه الفئة أو لهذه المؤسسات القليلة لدى فئة المجتمع الإسرائيلي باتجاه الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين بكل تأكيد هناك خشية وقلك وخوف حقيقة على حياتهم على آرائهم لأنه المجتمع الإسرائيلي يتمتع بحرية والدموقراطية في حال كان هناك تعامل داخلي داخل المجتمع الإسرائيلي ولكن عندما يتم التعامل مع الأمور مع الشعب الفلسطيني أو مع الآراء المؤيدة للشعب الفلسطيني يصبح هناك سياسة مختلفة سياسة مبنية على الانتقام والمحاربة ورفض أي صوت وإسكات أي صوت ينادي بحرية الشعب الفلسطيني نحن نؤمن بنوحنا الوقت للتحقيق أي السلام الحقيقي للشعب الفلسطيني والالتزام المجتمع الدولي بكل الموثيك والتفاقيات الدولية وتطبيق الكرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ولكن باعتقادي في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي هي ترقمات لحكومات سابقة بكل تأكيد السلام الصعب والاحتلال الإسرائيلي مستمر في القتل والدمار والاعتقال وطالما هناك احتلال طالما هناك نضال ومواجهة وبالتالي نضالنا مشروع لأننا نحن أصل حركات تحرر تنطبق عن الاتفاقيات والمواثيك الدولية والحل الوحيد أن تخرج هذه الفئات الإسرائيلية القليلة وتتحدث بصوت عالي وأن تؤثر على غيرها من الأصوات حتى يكون هناك محاربة المجتمع الإسرائيلي من داخله لأن إسرائيل هي أساس كل الفوضى العالمية في هذا العصر شكرا